تخيلت يا فندم لما تجد قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر ما فيش فيها كلام إن الله لا يغفر كلمة أنا عاوزك بس إيه يعني أنا عاوزك تعيش مع المعنى الأولين ده إن الله لا يغفر كلمة صعبة أو بصراحة ده احنا كل عشاننا أن ربنا يغفر ده احنا كل حياتنا أنه يغفر يا أخي ده احنا كل رجائنا أنه يغفر ده احنا عايشين على أمل أنه حيغفر أقولك أيوة صحيح كل كلامك ومعلومتك صح إنما للأسف في آية بتقول إن الله لا يغفر إيه طب كمّل الآية أيوة أيوة وده الصحبة نكمل الآية إن الله لا يغفر وأن يشرك به أنا عاوزك بس عشان الموضوع يبقى طالع من دماغك خالص لاحسن فيه مشايخ عادي خالص تيكت إيز المسألة بالنسبة لهم يعني يقولك لا يعني الجنة مش لنا لوحدين لنا مين الموحدين لوحدين يعني الموحدين اللي بيوحد الله إنما ما تجيش تفرض على ربنا حشاك حشا لله إن حد يفرض علي حاجة أو تحاول إنك تفرض على ربنا إنه دخل الجنة الواحد مش يعني واحد بيقول مفيش إله عاوز تدخله الجنة بأمرت إيه واحد بيقول إن ربنا له ابن ولا زوجة ولا أب ولا أخ إحنا عقيدتنا إحنا إحنا نتكلم عن عقيدتنا إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء دون ذلك دي بقى مسألة واسعة مش هنتكلم يعني نتكلم فيها بعدين إنما إن الله لا يغفر ويشرك به في سورة النساء ويغفر ما دون ذلك لما يشاء والشرك فيه زر أو فيه مزح في المسألة فطبعا لذلك إحنا حتى في قضية ألا بيت رسول الله وفي قضية توسل نقول إحنا نزور مقابر الصالحين ونزور الأولياء ونزور ألا بيت رسول الله إنما نستغيث بيهم لا نطلب منهم لا نطوف حوالي قبورهم لا نتمسح في القبور ونبوص الحديد لا هذه عقيدتنا واحدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذه العقيدة التي سنقابل لا بها يوم القيامة يبقى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء